الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب صحابيات في مدرسة النبوة تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة الكتاب وعن المرأة قبل الإسلام وكيف كانت تعامل المرأة قبل الإسلام اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن المرأة في الإسلام لقد كرم الإسلام المرأة تكريما عاما وخاصا وقد سمى الله عز وجل صورة باسم صورة النساء وصورة أخرى باسم صورة مريم عليها السلام وأنزل الله صورة الطلاق ليبين بعض أحكام الطلاق فهذا تكريم عام للمرأة وعلينا أن نتذكر كيف كانت تعامل المرأة قبل الإسلام لننظر كيف عملت المرأة في الإسلام أولا من أمثلة التكريم العام للنساء قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر الآية قال الله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة فلم يفرق الله سبحانه وتعالى بين الذكر والأنثى إلا بالعمل الصالح وقال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فلا فرق بين رجل وامرأة قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة قال إنما النساء شقائك الرجال أي نظراؤهم وأمثالهم في الأخلاق والطباع من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لا فرق فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا من أمثلة التكريم العام للمرأة من أمثلة التكريم الخاص للنساء أنزل الله القرآن في مواقف كثيرة حدثت لبعض النساء ففي قصة مريم ابنة عمران قال تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين الآيات وقال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخن فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وهذه امرأة فرعون قال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وأنزل الله القرآن في أمهات المؤمنين كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام عنهن وفي بعض الصحابيات كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ثالثا كرم الإسلام المرأة أما وابنة وأختا وزوجة أولا فضل الإحسان إلى الأم والأمر ببرها أمر الله ببر الوالدين عامة فقال وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات وجاءت السنة فبينت أن حق الأم في البر أكثر من حق الأب فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي فقال أمك قال ثم من؟ قال ثم أمك قال ثم من؟ قال ثم أمك قال ثم من؟ قال ثم أبوك فالله عز وجل قدم الأمة في ثلاث مواقف وثلاث مرات على حق الأبي وكذلك حديث المقدم بن معد كارب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم قال إن الله يوصيكم بآبائكم إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب هذا عن الأم فماذا عن الإبنة؟ عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات انظروا كيف كان العرب في الجاهلية يعاملون المرأة وكيف كان اليهود والنصارى وغيرهم يعاملون المرأة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الآن لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات وعن أنس قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه ثم جاءت بنت له فأجلسه إلى جنبه لم يفعل معها كما فعل مع ابنه الولد الذكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل عدلت بينهما ماذا عن الإحسان إلى الأخت عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فيتق الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة ماذا عن الإحسان إلى الزوجة وهذا باب عظيم في الإسلام لأن المرأة كانت تعامل كزوجة معاملة حقيرة قبل الإسلام كما مر معنا الله عز وجل قال عن الزوجة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيكوا عليهن من وجدكم أي على قدر طاقتكم وسعتكم وقال الطلاق مرتان حتى في حالة الطلاق الله أمر بالإحسان قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة أي في عتق رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمه أجرا الذي أنفقته على أهلك وعن سعد بن أبي وقاسن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في مرأتك أي إلى فمها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ويقول خياركم خياركم لنسائهم ويقول صلى الله عليه وسلم لا يجد أحدكم مرأته جلد العبد أي يضربها كما يضرب العبد ويضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم هل هذا يعقل؟ هكذا يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء أي أنك لن تجد المرأة الكاملة كما هي خديجة مثلا فعليك أن تفهم ذلك وتتعامل مع زوجتك بالإحسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها قال وكسرها طلاقها ويقول صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعش بها أي دار المرأة وتعامل معها بالإحسان على قدر ما فيها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يفرق أي ما معنى لا يفرق أي لا يبغض لا يكره لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره ويقول فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فروجكم أحدا تكرهونه فإن فعن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعن معاوية الكشيري قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت أي تأكل مما تأكل لا تأكل أنت أفضل الطعام وتترك لها غيره وتكسوها إذا اكتسيت أي إذا كان لك ثياب وتشتري لنفسك تشتري لها كما تفعل لنفسك ولا تقبح أي لا تسب ولا تشتم ولا تهجر إلا في البيت وقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس يوما فحميد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله يوصيكم بالنساء خيرا إن الله يوصيكم بالنساء خيرا فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما تعلق يداها الخيط فما يرغب واحد منهما عن صاحبه تعلمون أن في مذاهب أهل الكتاب المحرفة أن الرجل يعني إذا تزوج المرأة في كثير من مذاهبهم لا يملك أن يطلق هذه المرأة فالإسلام أباح الطلاق بالإحسان فالله عز وجل يقول الإسلام ترك لك حرية التعامل مع المرأة بالإحسان إما إمساك بمعروف وإما تسريح بإحسان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذائر النساء على أزواجهن المرأة أصبحت قوية ناشز يعني صوتها عال ويعني لا تسمع لزوجها فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن أي المرأة التي فيها هذه الأخلاق يعني غير الطيبة فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئكم بخياركم هذا شيء من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته كما سيأتي معنا إن شاء الله شيء من التفصيل من هذا التعامل ومن كيف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن تعامل المرأة عامة والزوجة خاصة فضل الإحسان إلى المرأة عامة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه أي يكون ملاسقا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عال جاريتين أي أنفق عليهن وأحسن تربيتهن وعن أم سلمة قالت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما الله من فضله عز وجل أو يكفيهما كانت له سترا من النار حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من المغازي فوجد امرأة مقتولة فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان هذا هو الإسلام هذا هو دين الله الذي رفع المرأة بعدما كانت تعامل كسقط المتاع تعامل أحقر معاملة سواء كان من العرب أو من اليهود أو من النصارى حتى من الحضارات المزعومة قبل الإسلام بهذا أحبتي في الله نكون انتهينا من الباب الأول وسنبدأ إن شاء الله تعالى في الباب الثاني الذي هو البنات النبي صلى الله عليه وسلم سنبدأ في الدرس القادم الكلام عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينة برقية وأم كلثوم وفاطمة لكن قبل أن نبدأ في الكلام عن كل واحدة منهن هناك فصل مهم وهو أضفناه حتى نعلم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم عامة من الذكور والإناث أولاد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أولاً أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها أولهم القاسم مات طفلاً وكان يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأب القاسم وهو أول أولاده الذكور عبد الله عليه السلام وهل ولد بعد النبوة أو قبلها هذا فيه خلاف عموماً يعني الخلاف هنا ليس له كبير شأن وعبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات صغيراً وهو كان يسمى بالطيب والطاهر عبد الله هذا هو الطيب وهو الطاهر يكن بهكذا ويسمى بهذه الأسماء إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من خديجة القاسم وعبد الله من الذكور ومن البنات زينب عليها السلام وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن الربيع كما سيأتي معنا إن شاء الله رقية وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان كما سيأتي معنا إن شاء الله أم كلثوم زوجها النبي صلى الله عليه وسلم عثمان أيضاً ذي النورين بعد وفاة أختها رقية كما سيأتي معنا إن شاء الله فاطمة عليها السلام زوجها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب كل هؤلاء من خديجة رضي الله عنها ولم يولد له من زوجة غيرها لاحظوا كلمة لم يولد له من زوجة لأنه ولد له من سرية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ولم يولد له من زوجة غيرها وبناته كلهن أدركنا الإسلام فأسلمنا وهاجرنا معه رضي الله عنهن ثانيا أولاده صلى الله عليه وسلم من مارية الكبطية المصرية إبراهيم عليه السلام ولد بالمدينة من سريته مارية الكبطية وهو الراجح أنها كانت سرية وليست بزوجة سنة ثمان من الهجرة وتوفي وهو ابن ثمانية عشر شهرا في السنة العاشرة من الهجرة ودفن بالبقية وهناك تفصيل أكبر من هذا في كتابنا الوافي بشرح الخلاصة البهية بترتيب أحداث السيرة النبوية ولله الحمد والمنة قال الحافظ العراقي رحمه الله في ألفية السيرة كان له ثلاثة بنون القاسم الذي به يكنون بمكة قبل النبوة ولد والطيب الطاهر وهو واحد وهو الصحيح واسمه عبد الله وقيل بل هذان فابناني سواه والثالث إبراهيم بالمدينة عاش بها عاما ونصف سنة وقيل مع نقصان شهر وقضى ستة عشر فرطا له رضا ومات قاسم له عاماني وعدة الأولاد من نسواني أربعة فاطمة البتول زوجها عاليا الرسول وزينب زوجها أبا العاص ابن الرابع وافيا ذا إخلاص بوعده وزوج اثنتين تعاقبا عثمان ذا النورين رقية فأم قلثوم تلي ونعم ذاك الصهر عثمان الولي وجملة الأولاد من خديجتي لكن إبراهيم من ماريتي وليس في بناته من أعقابا إلا البتول طاب أما وآبا أي ليس من بناته من عاش أبناؤها إلا فاطمة رضي الله عنها بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الدرس ولله الحمد والمنى ونكمل إن شاء الله تعالى ونبدأ الكلام في الدرس القادم إن شاء الله تعالى عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم أولهن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتم علينا نعمه أن يتقبل منا ومنكم ربنا يتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والطقى والعفاف والغنى اللهم يحيق يوم برحمتك نستغيث وأصلح لنا شاء لنا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرف تعين أبدا ربنا لا تجعلنا فتنة للكوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والطقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا والوالدين وللمؤمنين يوم يكوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما والحمد لله رب العالمين موسيقى